على صعيد آخر تفقد الأمين عامل المجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي ومعه وكيل المحافظة لشؤون الفنية أمين باروزايق تفقد عددا من المشاريع مشاريع الطرق الحيوية وإعادة بمدينة المكلة لطلاع على سير العمل في مشروع شق وسفلة الطريق المعاوس ربوة خلف البالغ طوله كيلو ومئتي متر والبالغ نسبة الإنجاز فيه نحو 94% كما طلع العمقي وباروزايق على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع الدائري وسط الواقع على طول أربعة كيلو مترات وأربعمائة متر والبالغ نسبة الإنجاز فيه حتى 34% وأكد العمقي حرص السلطة المحلية بالمحافظة على استمرار العمل بتلك المشاريع الهامة مشددا على ضرورة التنسيق المتابعة بين مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضر موت والجهات المنفذة للمشاريع والعمل على تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لضمان استمرار وطيرة العمل بتلك المشاريع